السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في قناتي مرحبا بكم في فيديو جديد في وصفة جديدة من وصفات سومية اليوم ان شاء الله سوف نقوم بصفة المدفونة اللي هي صفة المردومة أكل مغربية مئة بالمئة خليكم مع المقادر من طريقة تحضير إذا عجبتكم وصفة اليوم لا تنسوا تدعموني بلايك تابنوا معي في القناة تشاركوها مع أحبابكم ومع أصحابكم نحتاجوا 1.5 جج 500 جران شارية فانس كيلو جوج بصلات كبار مقطعين شلدين زبيب 60 جران مرقد في الماء اللوز أو كوكاو قشرته في المسخم اللوز أو فرقته ومن بعد يتقلي وف الزيت يديره في فران وهرمشته وطحنته ما يكونش متحمز يعني يكون غير مهرمش عودت القرفة واحد 4 دير فصوص دير كتومة جوج معالق دير العسل كبار جوج معالق دير الزبدة كبار سكر غلاسي الزيت للطهي ومعلقة صغيرة دير الزنجبير 4 معالقة دير الكوركم ومعلقة صغيرة دير فلفل أسود والملحة في كاس رول نضيف الزبدة نضيف الزبدة نضيف معها شوية الزيت شي معالقة كبيرة نضيف لها البصلة ديش نضيف الزبدة خلط نضيف الزبدة فيها نضيف الزبدة نضيف الزبدة تقلط البصلة و نضيف تجاج نضيف عليها التوابل نضيف معرقة صغيرة زنجبير ومعرقة صغيرة نضيف فلفل أسود نضيف معرقة كوركم والملحة على حسر الضوقة انا اضيف من جراجات نياديك صغيرة تقلّت الدجاج تقلّم جيد ورق بسلة نضيف الممسخنا من قبل نضيف المرخوب نضيف 4 ساعة اي طيب ونرجع نشغل نضيف الشعرية نضيف ونضيف نضيف الزيت ونضيف نضيف نضيف حتى يدخل الزيت ونضيف نضيف الزيت الوصف يدخل حتى يجب نضيف الزيت نضيف الزيت نضع الكسكاس ونضعها الماء من قبل الماء لا يسخن نضع الكسكاس نضع الكسكاس مدة 4 ساعة نضع الكسكاس ونضع الكسكاس بعد مدازة 15 دقيقة نضع الكسكاس ونضع الماء الماء ونضع الكسكاس ونضع الكسكس ونضع الكسكاس ونضع الكسكس نعود الى الماء بنفس الطريقة نزعوه بكل ماء ونعود الى الماء بعد ان تبخل الماء الثانية نعود الى نفس الطريقة الأولى نعود الى نفس الطريقة نخبئ عليه الماء هذا العمل يعدى تسهل تبخر لنا الشعرية وتأتي منفوخها لا تضيف لمعجنة الأولى نعود الى الماء نعود الى الماء نخرج الى الماء نضيف الى الماء ونضيف الى الماء نعود الى الماء سوف نتوفق البوطة سوف نتوفق الكسام نأخذ مغرفة نترك باقي سخون سوف نضيف الزبيب ونضيف الزبيب ونضيف الزبيب ونضيف الزبيب ثم نضيف الزبيب ونضيف الزبيب ثم نضيف الزبيب ونعود بخير المرة الثالثة نحضر طب التجاج نعود بخير المرقضات تكمل حتى نرى المرقضة نعود بخير المرقضة نحضر طب التجاج نعود بخير المرقضة فرقه كله حتى ما يبقى فيه قاع العضم في مرة نضيفه حتى بوحده سوف نفرقه كله ونرجع ان شاء الله سوف يدور كله ما يبقى فيه نيائي يلا جلده العضم نضيفه نجد التجاج لنضيفه حتى يضم أو جلده سوف نضيفه على جنب نضيفه الثالثة مرة اخر تبخيرها نضيفه مع القضية الزبتة ونضيفه جيدا ونضيفه جيدا ونغطيها ونجدها على جنب تبخير المرقة التي تشربتها سوف نضيفه على الكبار الزبتة ثم نضيفه المرقة مزينة ونقعد لنضيفه جيدا المرقة جيدا من بعد حينما نشفت المرقة وقع قطعت المرقة برد ونضيفه برد سوف نخدم المرقة اي شكل بغيتوا تشكلوه وناخد سحن نضع فيه المور ونضع فيه الشارية ما غاديش نضع الكمية كلها حتى ننصها ونوزعها بالتساوي ما يكون جيهة اكثر من جيهة نوزعها بالتساوي بالتساوي من بعد ما اضع الشارية طبقة الأولى نوزع المرق نوزعه على الشارية كلها نضع الشارية نضع السكين ونضع المرق مزعوح تهوى نضيف المرقعة نضيف المرقعة نضيف المرقعة نضيف المرقعة الأخيرة الشعرية وهذا هو السر سفل مدفونة سفل مردومة طبق المفاجئات يجب أن يكون داخل سوف تكتشف أنه يوجد شيئا الوسط ثم نضيف المرقعة نضيف المرقعة رقم المرقع نضيف المرقعة التي توقيتها سوف اسسنا نضيف المرقص نضيف حلقة نضيف حلقة نضيف حلقة نضيف حلقة نضيف حلقة نضيف حلقة تقريب أن نضيف حلقة نضيف حلقة تقريبًا تقريبًا من سيشعر نضيف حلقة السكر وهناك سوف نأخذ خطوط القرفة وطبقنا اليوم هو والد من بعد ما زينت الصفة اليالتي هالشكل النهائي كتجي لديدة ورائعة وصراحة لديدة لديدة نتمنى وصفة اليوم تعجبكم ونتمنى لكم تزربوها وبصحة والراحة نشوفكم ان شاء الله في وصفة ثانية السلام عليكم